طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات يمكن كتير مننا بيتذكر قصة مشهورة ذكرها الرب يسوع المسيح عن مثل الفريسي والعشار الفريسي هو الشخص المتدين بتعني المنفصل أو المنعزن اللي بيحافظ على النموس وتقاليد الشريعة مكتوب والعشار اللي هو طبعا بيجبئ الضرائب جاء بالضرائب مكتوب عنهم اثنان صعداء إلى الهيكل ليصليا واحد فريسي والآخر عشر أما الفريسي فوقفه وابتدى طبعا في الاعتداد بالذات اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الخاطفين الظالمين الزنا والمصيب الكبرى قال ولا مثل هذا العشار ابتدى يعدد حسناته أصوم مرتين في الأسبوع وعشر وهكذا ابتدى يستعرض عضلاته الروحية أمام الله أما العشار فلم يشأ أن يرفع عينيه إلى فوق بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ مكتوب عن العشار جاء بالضرائب خرج مبررا دون ذاك تصور المتدين كانت صلاته استعراض عضلات روحية فيها كبرياء العشار هو المسكين بالروح اللي جاء بالحالي اللي الله بيطلبها فالمسكين بالروح هو غير المنشغل بذاته مثل الفريسة اتكاله واعتماده الكامل على الرب سعيد من يعرف حقيقة نفسه يشعر بحاجته للرب اليهود من ناحية تاني كان بيفتخروا أنهم أولاد إبراهيم يحنى المعمدان وبخهم أنه الرب قادر أنه يصنع من الحجارة أولادا لإبراهيم والرب يسوع كمان وبخ اليهود في أيامه قال أنه يعني أنتم لستم أولاد إبراهيم لو كنتم أولاد إبراهيم لا أعملت أعمال إبراهيم سمعت وآمنت بي لكن نعتهم أنهم أولاد بيصنعوا مشيئة الشيطان أحبائي الشخص اللي بيفتخر والمتكبر واللي معتاد بالذات سواء كنت ما كنت أمام الله ما فيك تيجي إلا بتواضع بانكسار بانصحاق اعتماد كل كامل على نعمة الرب ما تكونش منشغل في ذاتك في أعمالك في حسناتك في إمكانياتك بكل بساطة أنا جاي ما عنديش إشي هو أصلا أنا أمام الله المالك السماء والأرض أنا أمام الرب اللي شايف قلبي وعارف خفايا كل شيء عني هذا أحباء المسكين اللي بيتكلم عنه الكتاب اللي بيشعر بعدم الاستحقاط اللي بيطرح نفسه بالكامل على نعمة ورحمة الله فالله ضد المتعالي وضد الشخص المعتاد اللي بيعتاد في ذاته في أمثل كتير أحبائي في العهد القديم وفي العهد الجديد في مزمور 34 مكتوب هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه المسكين صرخ مكتوب يعلي المسكين من الذل الرب سامع المسكين ولا يحتقر أسراء أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت يقول الكتاب أو رب يقول وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامي أحبائي هذه التطويبة الأولى طوبة للمسكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات المسكين بالروح هذه هي البداية النعمة في القلب وعلى فكرة لو أنت عاوز تيجي للرب أنت لازم تيجي بعجز وبإفلاس روحي ما عندكش أي تدين أو أي مظاهر لأن الرب شايف وعارف قلبك ثم ما هو المقياس إحنا منقيس أنفسنا بماذا لكن إذا منقيس أنفسنا بقداسة الله وبنقاوة وطهارة الرب فنجد أنفسنا ونكتشف أننا حقيرون وأننا نحتاج نعمة الرب أنا بصلي من نفس الجبل الذي تكلم منه المسيح جبل التطويبات أنه اليوم تأخذ هذا الموضوع بجدية بأهمية لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة فتعالي الرب بقلب صادق وطاهر ونقي وقل لي يا رب أنا ما عنديش إشي أنا بطلب رحمتك وبطلب نعمتك حب أسمع منك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة